تعلمنا سابقاً جمع وحيدات الحد كما يظهر في هذا المثال وكذلك تعلمنا ضرب وحيدات الحد كما يظهر هنا في هذا الدرس سنتعلم جمع العبارات الجذرية وطرحها إذ يجب أن تكون العبارات الجذرية عند جمعها أو طرحها متشابهة في هذا المثال عند تنفيذ جمع وطرح العبارات الجذرية نستعمل خاصية التوزيع وللحصول على الناتج نبسط وفي بعض العبارات الجذرية يكون ما تحت الجذور غير متشابه كالمثال الظاهر هنا ولتنفيذ الجمع نبسط الجذور للحصول على جذور متشابهة ومن ثم نجمعها بنفس الطريقة التي تعلمناها سابقا باستعمال التوزيع كما يمكننا أيضا ضرب العبارات الجذرية بضرب الأعداد خارج الجذور التربعية وضرب الجذور داخل الجذور التربعية مثال من واقع الحياة حديقة منزل على شكل شبه منحرف ولزراعتها لا بد من تحديد مساحتها وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستنتج أن مساحتها تساوي 63 جذر 15 قدما مربعا يعلمنا هذا الدرس جمع العبارات الجذرية وطرحها وكذلك ضرب العبارات الجذرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر